صحيحاتك يا باشا. أنا سعيد جداً بواجودي معاكو النهاردة. أنا مش عايزة أطول عشان الوقت. لكن أنا فخور جداً بوجودي قدام أستاذي سيد دكتور طرق الحسيني. آآ أستاذنا وابن أستاذنا وأخو أستاذنا وربنا يبرك له يا رب في صحيته وعمره وأولاده يا رب. أنا مش عايزة أشكر في محمود عبد الرحيم يا أخويا وصحبي. لكن آآآآ ربنا يبرك لكم كلكم يبرك فيكم كلكم مجموعة ممتازة فريق ممتاز نتائج رائعة الدنيا من ثلاث سنين كانت حاجة والنهاردة حاجة تانية اعتقد ان يعني في ثلاث سنين الاسم تقدم ثلاثين سنة وده يعني مش مجهود محمود وحدي مجهود كلكم معاه وربني يكرمكم ان شاء الله والاضارة معاك ووراك وربني وفقكم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم احنا عشان يحصل في assisted reproduction او في natural conception احنا محتاجين sound endometrial cavity وعشان اعمل اي بروسيدور انسايت زيوترس انا محتاج intact cervical canal لازم قبل ما اعمل ERT او اعمل assisted reproduction اتأكد ان الكافيتي ده سليم وان cervical canal ده باسابول تمام الكافيتي بعمله evaluation بايه بعمله evaluation بال2D ultrasound بال3D ultrasound بالضبلر evaluation بال saline infusion sonography الهيستروسكوبي الهيستروسالب انجو جرام والMRI انا ليه حاطت الليستة دي كلها عشان انا اقول لكم ان انا الكافيتي لا يساوي هيستروسكوبي الهيستروسكوبي حاجة من الحاجات اللي بستخدمها في indications معينة هما الايه الاساس الاساس عندي 2D ultrasound بس لازم نعرف ان انا عشان اعمل 2D ultrasound صح محتاج شوية حاجة اول حاجة ان انا لازم اخد الـ all possible views longitudinal والtransverse view longitudinal view والtransverse view ما انساش ابدا transverse view مش هروح ابص روح ايس الـ endometre واحد داخل يمين الشمال اشوف الـ adnex هنا وهنا لا لازم الرف البروب بالتسعين درجة واجيب الـ transverse هيشخاص لي الـ septum هيشخاص لي الـ anomalies هيشخاص لي حاجات كتيرة جدا هيشخاص البوليب اللي متطرف اللي هو على البوردة مش هيبان في السجل تلبيو كويس مش هشوفه حلو غير لما اخدوا الكرون واجيبه ايه من بوردر لبوردر ومن فندس لسيرفيكس لازم يبقى ثرة evaluation تاني حاجة ان انا لازم احترم cycle face النساء والولادة face الـ ovary face الـ endometrium face ده مش كده وبس المايومتري الايكوجينيسي face لو عايد اشوف بوليب يبقى احسن وقت اشوفه during the menstruation او immediately after the menstruation in the proliferative لو عايز اعمل evaluation الـ endometrium integrity يبقى في الميت cycle او اللي هو اللي هو اللي هو الـ proliferative عايز اعمل evaluation الـ myoma كويس يبقى اعملها في secretory face ليه لان الـ endometrium ايكوجينيك والـ myoma hybo ايكوجينيك فحيبقى فيكم ترست كويس ما بين دي وما بين دي يبقى اعمل ultrasound هو الـ basic هو الاساس ممكن جدا محتاجش غيره لكن لازم ابقى متضرب كويس اعمله صح ماشين كويسة لانه برضه فيه ستات بتظلمه دكتور اهاب النشار كذا مرة يشد شعره في الوحدة عندنا فوق ليه في اليوم اللي هو بيعمل embryo transfer هو ما جايبين جهاز حلو جدا فوق العينة تبقى evaluated elsewhere بجهاز مش كويس وهو ييجي في اليوم بتاع embryo transfer يفاجأ ان العينة فيها صب ميوكوس بيومة واحد ونص واحد ونص او اتنين في اتنين طب اعمل فيها ايه بس حمد الله الوقت بنجمد وبنعالج وبعد كده بنشتغل السري دي التراساون دي انديكيشن المين انديكيشن بتاعتي لو انا عندي انومالي يعني دي كلها من ده اركويت يوترس ده او لو انا عايز اعرف الريليشن بتاعة الباصولوجي بتاع الاندوميتر الكافيتي هل السب ميوكوس ما يوما اللي انا شايف هدي اندينتنج الكافيتي زي في الحالة دي ولا اندينتنج الكافيتي افكتنج واشوف كمان حاجات زي الاشرمان سندروم او ازر انوماليز ده برضو سري دي سلاين انفوجين التراساون الدبلر استاضي فيري انبورد عيانة فيها سيك اندوميتريا وانا عادي اشوف هل ده سيك اندوميتريا ولا بوليف ولا صب ميوكوس ما يوما جاست جاست ان انا اعمل على زر الدبلر ما فيش اي تكنيك ما فيش اي فن اروح دايس على زر هيدين المنظر ده لو هو بوليف هيبقى داخل من البيز طلع لو هي سب ميوكوس مايوما هيبقى مفيد جدا حيفرق لي لا ده ولا ده يبقى حلاقي جاست ان هو اندوميتريا مفيه سب اندوميتريا وبسكولارتي وخلاص على كده مهم جدا للناس اللي هي مش بالنسبة لها الهيستروسكوب يعني مش متاح بالنسبة لها طيب هو بس عيبه ان هو عايز ان عينا مش حيبقى السرير العادي عاوز السرير بتاع النسا وتبقى رفع ريبليها ويبقى فيه اكسس للسيربيكس عشان تدخل اي اي حاجة تحقن بيها فليود اصطرة صغيرة اصطرة فولي اي حاجة حتى لو كان يلا تحقن بيها فليود بس هتعمل لك جود لنيش ان احنا عارفين ان احسن بيسموه ايه احسن ميديم اشوف بيه الصورة في الالترا ساوند هو الفليود عشان كده لما بعمل اب دومانل بقول العيان اقيم لي المسانة كويس عشان اقدر ابص عليك كويس خصوصا في عيانين الفيرج الهيسترس البنجو جرام كلاسيك وقديم اه لكن مازال مفيد جدا بالنسبة لي لانه هو البيزيك افلويشن بتاع الانفرتيل بتاعيانة ال اي ار تي دي جياني وهي عاملة وعملة استفيد بيه هشوف فيه في صفحة احنا عاملينها على الواطس دكتور اسامة شوق كل شوية بينشر عليها فيديوهات العيانين عاملين تويس وصرايس فيلد اكزي وهم من عندهم كونجينة الانوميلي مرسومة في الهيسترس البنجو جرام اللي مرد بيها عدة كترة كلها الاما ارآي انا كتبهولكو هنا وجايبلكو الصور دي عشان اقولكو ما تعملهوش الاما ارآي مصطلي ملوش لازمة مصطلي ملوش لازمة معاك جهاز تودي كويس خلاص مش هتحتاج في تسعة وتسعين في المين حتى نكتعمل الاما راي دي سوري طلع شغاله تاني دي ملوش لازمة اليوترس مرسوم والكافيتي وقدامه والفايبرويد انا شايفه وهنا ده ملوش لازمة كل دول معظمهم ملوش لازمة فانا بقول لحضرتك الاما ارآي مصطلي مش هنحتاجه كتير طيب ده الاندومتري الكابي سورفايكال كنان كليني ساوند لو الساوند معدي كان به بس بصراحة الهيستروسكو في الافالويشن وفي السورفايكال كنان ملوش حال الاندرويجن افالويشن والنجوشيشن بتعرف بيه حاجات كتيرة هتريحك انت كأي ارتي سبيشاليست لان فيه حالات بتبقى ويبقى السيربيكس زي الشارع الحواري كن كن داخل من تحت يمين ومن فوق شمال او داخل عوج كل ده انت حتقدر تعمله وحتساعد قوي قوي الراجل بتاع الامبروتونسفير انه لما يعمل امبروتونسفير يعمله مرتاح وتبقى خلي بالك السيربيكس ده ولا خليك داخل يمين او خلي بالك انه فيه اكيوت انتفيرشن انتيريور او هكزا ايه الانومال ازا انا متوقحها في الاندوميتر الكافيتي اشوفها في حاجات سطل دي مش بتقصع على الكافيتي زي الكونجيشن زي الاندوميتري زي الاركوتيوتر دي مش متوقع انه يتقصع ولا ترى الا بالهيستروسكوب في حاجات ميجور سب ميوكس ميومة البوليب السيبتم دي حاجات مصطلب تبقى دياجنوز باي ازر مينز اندو كونفيرمد اف بريزنت باي هيستروسكوبي طيب دي نمازك للليجنز المختلفة عشان بس ما ضيعش وقت حضرتكم انتو كلكم عارفين الحاجات دي والمحاضرة هتبقى متاحة بس المنظر ده منظر رائع اللي بيتفرج ع السيربيكس بالهيستروسكوب عالم البحار تشوف كده الروجي والكريبتس والبيتس الحفر الصغيرة اللي هي جوه الكريبتس منظر جميل جميل جدا انا اجيبلكم كزا صورة من سحر المنظر بتاع يس اه يا فندم اه لا لا ده نورمل كلهم نورمل ده نورمل اه لا ده نورمل مالا بدأت بالنورمل دي بقى دي اللي هي تمام حاجات كتيرة بنشوفها في السيربيكس مختلفة اكتر حاجة بنشوفها المنظر اللي انتم يشفينه من تحت ده 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 من الفايندينج اللي احنا بنشوفها كتير المايكروزيستيكي بي سيليان بتاعت مش عايز اضيع وقتكم طيب هل مهمة عشان فيها سيقولك ايه لأ اعمل هستروسكو بلاحسن يبقى فيها هفصات الليجان طيب حاضر افرض ان يفيها هفصات الليجان ايه المشكلة يعني هل حتأثر فيه كبيرة معمولة في 2016 اسمها وفيه وفيه احنا عملناها عندنا رسلتتا البيكتر احمد مؤمن انا كنت مشرف عليه وكان بكتر احمد يوسف احمد علاق يوسف معانا مشرف عليه و Birds Life Limited في العيانين كانت تسعة وشين في المίة في العيانين اللي فيهم كانت تلاتة وتلاتين Saturday طب في الدراسة بتاعتنا احنا في العيانين كانت كانت تلاتة وتلاتين وتلاتين والسorter عشرة في السطل كان الكلينيك البيجرانزيد 38% فمحدش يجي يعمل لك اعمل هستروسكوك احسن يكون فيها مشكلة سطل لا يفعل نخليه ويفرض ان فيها مشكلة سطل لا فيش اي انديكيشن نعمل هستروسكوك طيب بالنسبة بقى للميجور ليجينز هل الميجور ليجينز تتصلح اه طبعا تتصلح وستادس كتيرة جدا قالت ان هي تتصلح سيحسن الاوتكم في الاي او اي وفي الاونكس بليند انفرتيليتي الميومة حتى لو هي مش ديستيربنج الجافتي لكن اثنين او ثلاثة فاكتر ان انا اعمل لهم روموبل هيحسن الاوتكم في الايج زي الادهيجنز هتحسن اللي هما ما كانوش اصلا بيحملو انفرتيلي 53% منهم والجوت بريجلن كمان اخر حاجة تشين ده 2022 دي اللي عليها الدبيت الجامد هتشيل السبتم ولما تشيل السبتم لا بيقول لك شيل السبتم ولما تشيل السبتم هالقاوتكم هيتحسن بعد ما تشيل وتحسن بعد ما تشيل وتصلح ايه النتيجة دي برضو كان الجزء التاني من رسالة الدكتورات تاعد دكتور احمد مؤمن اشتغلناها كان اول مجموعة اللي هما الستات اللي تحت 35 سنة في الكوريكتد كفيتا ريليجن البيبي تيك هوم ريت كان 21 و 18 وفي النورمال كان 22 و 23 و 18 يعني الكوريكتد كفيتا ريليجن بتديني ريزالتز كأنها بقيت نورمال الستات اللي هما كانوا ماتشت كنترول لحد 38 سنة الليف برس ريت هنا كان 20% في الكوريكتد وفي النورمال كان 23% وما كانش فيه ستاتيستيكالي سيجنيفكينت ديفرنس طيب نيجي نجاوب السؤال بقى الاولاني امتى اقول الستية ستية اللي انت هتعملي ارتي اعملي استروسكوب دياجنوستيك استروسكوب اول حاجة ان انا شايف ابنورمال كفيت عملت لها تودي الترساوند فيه مشكلة لازم اعمل لها كونفرميشن واسيسمنت بالاستروسكوب او ان السونوغرافيك افلوشن وده احيانا بيبقى موجود انكونكولوزي مش قادر لا الاندومتريا مش باين كواتس فيبرزيستان سيك اندومتريا ومعامل ضوبلر ومش مباين معايا كواتس تمام ابنورمال سيك اندومتريا تودترمي يعني عايز اقول دي تو او سري هي دي الانديكيشن الوحيدة ان انا متردد هل الساب ميوكس ميوم اللي عندي دي تو او سري اه ممكن اعمل لها لكن كلهم مفروض حيبقوا متاحين بالالتراساوند مش هتعجم الاستروسكوب العيانة عملت لها ساوندينج يا جماعة ما يصحش ان اول انكاونتر للعيانة بالسيربايكال تيستينج يكون في اليوم اللي بتعمل فيه غلط عشان العيانة دي ما ينفحش كده انا بفشلها مش بعد ما زرعت اجنة وخلاص هاخدهم عشان نقولهم الا ان مش بصبه ما ينفحش واحدة عاملة او انا هعمل ليها بسيرجيري واعمل لها بعد كده بهستروسكوب بريفيس دي العيانة بقى الرجل اللي اتعكي فيها وبعتها يقول لك شوف لي ايه موضوع السيربايكس اللي عندها ده ايه مشكلة اللي فيه طيب اخر اتنين دولار هما بريفيس فلد اجزي قال لك لأ البريفيس فلد اجزي مش مبرر انك تقول لها طالما طو دي نورمال واكسلنت ما تعملش استروسكوب طيب نعمل سكراتش لحد النهاردة اللي صادس بتعامل وصادس بتقول او صادس بتقول لحد النهاردة لكن بيقول لا ما نعملش مش مفيد طيب نصلح مين بولب باند سيبتم ما يقول ما فيه جزيرو لحد اتنين نعملها اكتر من كده لو هي مالتوبول تمام هنعملها اكتش يبدي يترس ده انتتي هناخدها وحديها دلوقتي خالص مع بعضنا في الاخر امتى او ازاي باشتغل ايه التكنيكس اللي بعمل بيه اهم حاجة ان انا احاول ان انا ابعد عن الكهرباء الحاجة اللي اقدر اعملها بالمقص عبعد عالكهرباء نسعين في المية لازم الميومة كلها هتعمل بالكهرباء البولب ممكن يتعامل ميكانيكل لكن البروت أو السيك سيبتم هيحتاج كهرباء الميومة هتحتاج كهرباء ت غير ممكن يتعمل بالسيزر وبتعمل بحالية والسيزر وبالسيزر وما بحتاجش كهرباء بوس توانسترول اي جراحة احسن وقت لا بوس توانسترول ماشتغلش لو لو اشتغلت اوبرتفستروسكوبي مش بصت منسترول هتطلع عين. الاندومترين يورم مرة واحدة والكافت يقفل في قشي ما عرفش اشتغل. لازم اشتغل على السينستبوسبو الاندومترين. سباينالاناسيديا على سينستة لو بدأ يحصل اه فليويد اوفرلود. هي حتقول لي نفسي تعبان. لو اخذ جنرال مش هستفيد من الموضوع ده. اخر حاقتين هنتكلم عنهم اللي هما الكلوجر عشان العيانين بتوع الهايدروسالبيكس ده وحيدة لي ان هي بعملها ازاي بعملها لقيمة بالديسيرمي لقيمة بالاشور. طبعا الجماعة بالاشور بعد ما فشلوا في الاستراليزيشن ومعرفوش يسوقوه فبيحاول يسوقوه مع ابتوع الاي ار تي كميسود اف كلوجر اف طيوبز عشان في الحالات الهايدروسالبي. وبرضو مش افكتيف اوتي. اخد بالي عيانين الفروزن بيلفيز اللي مش بقدر اوصل لهم باللابروسكوه لما اجي اكويلهم الاستيا الاوبنينج اعرف ان الاستيام دي زا سينست بارتوف زا ميوميتر. زا سينست بارتوف زا ميوميتر. ولما اكوي ورايا كولون لازق اخد بالي ما اكويش ايه بزمة قوي. عندنا حالة بعد ما عملت الموضوع ده وباربعة ايام او خمس ايام جالها رابشر كولون. ده يسير من انجري وسلاف بعد خامس يوم. واسيبتيك بروتونايت. فيك البروتونايت. فناخد بالنا من الموضوع ده. المستخلصتي يعني. انا بضل شريحة تشيب ديوترس. انا ده تشيب ديوترس. تمام? اخد بالي ان انا قبل ما اعمل حاجة ان انا باستعيم بالسري دي التراسون. عشان يوريلي المنظر ده. الريزيدوال ليه? لان انا حاجة هنا بدي اسرمي واروح كاول حتة دي. افتح الكافتي هنا من من هنا ومن هنا. بحيث ارجعه زي ما هو مفروض بيكون. بس قبل ما اعمل كده اتأكد ان انا عندي يسمح لي ان انا اخش ولو هخش اعمل بلان انا هخش سنتي سنتي ونص عشان ما اعملش لليوترس. وانا شكر جدا واسف لو كنت اتأخرت.